موسيقى السيدات والسادة أهلا بكم مع هذه الفقرة الحوارية في شارع الجنوب في ليلة الأربعة وصلنا مع حضرتكم إلى الجزء الثاني من هذا اللقاء وهي الفقرة الحوارية عن مشروعات مياه الشرب وصرف الصحي بمحافظة الأقصر المحافظة في الفترة الأخيرة بمراكزها المختلفة تحظى بنهضة حقيقية في مياه الشرب والصرف الصحي وبالتالي هذه النهضة انعكست على الأقصر بشكل عام يمكن جمعني لقاء بالمستشار مصطفى ألهم اللي بيؤكد دائما على هذا المرفق أنه من المرافق التي تحظى بتطور متسارع وهذا يحسب طبعا لإدارة الشركة ولفريق العمل واسمحونا بنرحب بضيفنا الذي يشارفنا في لقاء لأول مرة على الهوام مباشرة اللواء أركان حرب مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر أهلا بحضرتك أهلا بك فني يعني خلينا نتكلم بس عشان الوقت ونغطي مجموعة كبيرة من النقاط نبدأ بس بحاجة كده بسيطة في البداية وهي المبادرة اللي فيها يعني الهدف منها مبادرة صحتنا في بيتنا مبادرة مهمة جدا بنوعي بيها أولادنا ونوعي بيها طلبنا في المدارس معلومة سريعة عن هذه المبادرات ثم ننتقل إلى المشروعات الكبرى طبعا طبعا حضرتك عارف نتيجة النشأ محتاج لتوعية في مجال الاهتمام بالمياه وترشيد الاستهلاك كان في مبادرة بتتم في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بلوصر بالتعاون مع اليونسيف ودي صور بتاعت حضرتك كان المبادرة بتتم بالتعاون مع اليونسيف ومع وزارة التربية والتعليم نزل مجموعة كبيرة من النشاط المجتمعي في المدارس بيوعوا التلاميذ وأولادنا ازاي يرشد في استهلاك المياه ازاي يحافظ على المياه ازاي يعرف ان في حاجة اسمها قطعة موفرة القطعة الموفرة دي موجودة دلوقتي حاليا في ملاكس خدمة العملة انها لو تركبت في الحنفيات وفي مصادر المياه بتقدر توفر واترشد في استهلاك المياه وده حاجة كويسة ان احنا طبعا نعلم ولادنا ازاي يحافظوا عليها كلام دا كان بيتم عن طريق ألعاب تفاعلية عن طريق ما كتات عملوها الولاد واحنا روح نزرنا المعرض ودي الصور اللي حدثتك عادتها دي كانت للمعرض اللي اتعامل كانت حاجة بصراحة مبهرة دا اول مرة يتعمل المعرض المعرض دا اول مرة يتعمل وشوفنا فيه الولاد عندهم افكار جميلة جدا عملوها علشان ينقلونا الشعور ان هم تفهموا الموضوع وان الموضوع بالنسبة لهم بقى حاجة يعني زي عقيدة ان هم ازاي بعد كده هيتعاملوا مع المياه بترشيد وتبقى نقدر نحافظ عليها كلام هيل جدا ننتقل الى المشروعات اللي بتتم في الوقت الرهن في مراكز طبعا الأقصر كلها مش في مكان محدد اللي هي بتتم من خلال طبعا يعني بعض البنوك وخاصة فيما يتعلق بالجانب الافريقي وما يقدموا من مشروعات في الأقصر خلينا نتكلم عن مشروعات الصرف وهذه المشروعات التي تمت في الفترة الأخيرة طبعا حضرتك عرف محافظة لقصر تعداد السكان فيها مليون وربعمائة ألف نسمة لما نيجي ناخد تأسيم السكان هناك تأسيم السكان عبارة عن 40% حضر و60% كرة نعم كان اهتمام الدولة بمشروعات حياة كريمة واحد وحياة كريمة اثنين خد قسم محافظة لقصر هي فيها سبع مراكز عطى اهتمام في حياة كريمة واحد بمركزين مركز إسنة ومركز أرماند كان من ضمن مشروعات حياة كريمة واحد اللي بتهتم به القيادة الساسية ووزارة الإسكان والشركة القبضة لمئات الشهور بالصرف الصحي كان الاهتمام بالمشروع انه يخدم 10 قرى في مركز إسنة وأرماند نعم المشروع كانت اهتمام حياة كريمة وكانت عمل فيه إنجازات عظيمة جدا قامت بيها المبادرة بتاعت حياة كريمة وده خلى المجموعة كبيرة رفعت نسبة الخدمة للصرف الصحي في الريف لنسبة متقدمة جدا القرى الصعيد قعدت يعني عشرات السنين مش كلها فيها صرف الصحي صحيح فبالنسبة لهم الموضوع ده لولا لمبادرة حياة كريمة ما كانش هينوصل للقرى والنجوع اللي بننزل ننفس فيها وساعات بننفس وصالات في شوارع ده تابع بصفة مستمرة من الشركة القبضة ومن وزارة الإسكان ومن القيادة السياسية دايما بيشوف الإنجازات وبيشوف مؤشر التنفيذ لمشروعات حياة كريمة كان من ضمن المشروعات دي كان فيه مشروع البنك التنميع الإفريقي وده مشروع ضخم جدا بيتنفذ في مركز إسنا ومركز التود عبارة عن محطتين معالجة معالجة صرف الصحيح محطتين كبار واثنشر محطة رفع منهم تلاتة رئيسيين وتسعة فرعي كمية ضخمة جدا من شبكات لخطوط الطرد والشبكات الانحضار بتتنفذ على الأرض حجم كبير جدا من العمالة الموضوع ده عشان كان يوصل للمرحلة لو فيه صور لها موجودة عند حضرتك هتشوفها اللي هي الطود ولا الدبابية إن كان المشروع بالكامل كان في الطود أو الدبابية أو مركز إسنا بمحطات الرفع اللي بتتعامل فيه في أصفون وفي المطعنة وفي على الأرض إنجازات كبيرة جدا بالتم عندنا شغل الدبابية أعتقد هو ده الإنجازات دي ما جاتش من فراغ جات بمتابعة مستمرة احنا بنعمل كل أسبوع تقريبا فيه زيارتين ميداني للمشروعات اللي بتتم وفيه مؤتمر المتابعة بيتم فيه مؤتمرات متابعة بتتم بصفة أسبوعية مع الشركة القبضة وبيحضر المؤتمر المهندس من دوحرس لها من رئيس مجلس دارة الشركة القبضة وفيه مؤتمر أسبوعي بيتم مع وزارة الإسكان مع وحدة الوحدة المشرفة على المشروع من وزارة الإسكان مؤثرين جميع جميع الأدوات اللي تخلي المشروع يخرج بشكل راقي إن كان من استشارين إن كان من أي عقبة بتقابل المشروع وكان فيه عقبات كبيرة جدا في البداية عقبات عن طريق الماء الجفية اللي كنا بنشوفها أثناء الحفر التصديق اللي كان بتطلع مع وزارة النقل كل الإجراءات أي صعوبات كان بتقابل المشروع بصراحة كان فيه دعم كبير جدا من الشركة القبضة من وزارة الإسكان ومن السيد محافظة اللقصر بصراحة المستشار مصطفى الألم هو بيتابع معنا المشروعات دي وموقف التنفيذي لها أول بأول ولو فيه أي صعوبة فيها هو بيوجه للجهزة التنفيذية في المحافظة هو بس الإشكالية الوحيدة فاندم يعني مثلا على سبيل المثال المشروعات الصرفة في الطود يعني أخرت فترة طويلة بقى لها فترة كبيرة يعني نهيك بقى عن عطلة الناس والمعاناة طبعا للمركبات وللمرة ففي مشكلة فعلا تعدى حقيقية أنا أعطم من حضرتك إن إحنا الطود أولا ندخل فيها أكبر محطة معالجة بتتعامل هي محطة معالجة الدبابية حقيقة كريمة حتخلصت مركز إسنا وأرمانت حقيقة كريمة تنين ودي اللي تصدق على المشروعات فيها بتخدم منطقة المركز الطود ومركز الأورنا وبالتحديد منطقة الصعيدة هيتعامل فيهم محطتين ما يكبر جدا في الطود وفي الطود وفي الطبعية كل محطة فيهم بطاقة 17 ألف متر مكعب يوم وبإذن الله مجرد ما نبدأ التنفيذ على حقيقة كريمة اتنين الطود هتلاقي الدنيا اختلفت خالص فيها وفرمانت طب هيت في محطة برضو من المحطات اللي إحنا عندنا صور وفيديو ليها القباحي الشرقي يعني عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن هذه المحطة إحنا الأسبوع اللي فات كان طبعا فيه تعاون بيتم ما بين الهيئة القومية الميادة الشرب والصرف الصحي واللي بيمثلها للمهندسة رؤية في الجهاز التنفيذي هنا في محافظة طبعا صور وشركة ميادة الشرب والصرف الصحي لأن الاتنين بيعملوا في منظومة واحدة كان الأسبوع اللي فات احنا تشرفنا وكنا سعداء جدا بافتتاح محطتين رفع الصرف الصحي بتنفذوا ملاقية قومية لميادة الشرب محطة القباح الشرقي ومحطة الترعة بالوصلات بالشبكة سيد المحافظ السيد المحافظ حضر معنا وكان بصراحة قمة الرقي اللي تمت في الانشاء في المحطة التصميم بيدل على توحيد الشكل في الممة تقريبا بيوجه سؤال المهندسة الرؤية هنا بيسألها عن بعض الأسئلة هو بيتطمن برضه من طبعا ان تعرف حضرتك فيه فترات اللي بيترشد فيها الكهربة ممكن انقطع الكهربة لا يؤثر على ده المحطة فاحنا بنتطمنه ان كل محطة بتتصمم بيبقى فيها مولد قوة ومولد قوة وفيها اتنين مصدر تغذية للمحطة ده بيأمن ان الخدمة تفضل مستمرة وموجودة عند المواطن بزوفها مستمرة هاي ننتقل سيادة اللي هو الى محطة اخرى وهي محطة الهنادي دي تتبع مركز إسنا برضا ايو يعني نشوفها مع الزملاء ونعرف اخر تفاصيلها تمام طبعا المحطة الهنادي ان شاء الله هتستلم بإذن الله في شهر ستة في الأسبوع الثالث من شهر ستة هنستلمها المحطة بطاقة 17 ألف متر مكعب يوم معمولة على أرقى مستوى والمعدات معدات كفاية عالية جدا وطبعا احنا يعني لما نشوف المحطة والشبكة اللي معمولة عليها هتخدم منطقة كبيرة جدا في منطقة شرع إسنا اه دي المحطة احنا كمان اه دي خطوط النقل اه للمية اه اه هو الفيديو كمان اه اه ممكن نشوفه لو سمحت يا سماعين الفضل اشتركوا في القناة 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 المصري بشكل عام وبالتالي هذا مرفق من المرافق الحيوية في الدولة والدولة تلي أهمية كبرى وأتصور أن هذه جزء من النجاحات التي تشاهدونها الآن عبر شاشة قناة طيبة سيادة اللي هو الدولة تتحول ناحية نقدر نقول الحكومة الالكترونية بشكل كبير وبالتالي ميكنت كل القطاعات النهاردة قطاع مياه الشرب وشركة مياه الشرب أو الشركات كلها في مصر بشكل عام أتصور أن الهدف ده بتشتغل عليه بشكل كبير هو ما يكنت كل الجراءات وخاصة فيما يتعلق بالدفع الإلكتروني وأتصور أنه ده كمان هيقلل من الهدر ومن الفساد المالي تمام احنا طبعاً الفترة اللي فات ديت كان اللي فيه اتجاه لتركيب العدادات اللي هي عدادة نسبقة تدفع اللي بتشتغل بالكرت نعم كان المفروض العداد بيتشحن الأول أول ما بدأت الفكرة كان بيتشحن من ملاكز خدمة العملة ويقدر يدفع المواطن هناك فيه طبعاً الموضوع تأثيراً على المواطنين الشركة القبضة الميت الشورب والصرف الصحي أعطي التوجيه أن يبقى فيه بروتكولات تعاون مع الوسائل الدفع الإلكتروني من غيرمن سامي بقى من غيرمن سامي فإحنا كان ده اتجاه الشركة يعني عندهم حلول أخرى بعيداً من منافذ خدمة العملاء خدمة العملاء فكان ده اتجاه اللي قمنا بيه الفترة اللي فاتت عملنا بروتكول ده البروتكول مش كاف مع معظم الشركات وده بيوفر كتير جداً على المواطن المشقة أنهما يشحن العدد مسبق الدفع أو العدد اللي أشغله الميا هاي عايزة روح للحبيل والحبيل دي تحديداً يعني لها خصوصية أنا عايزة أقول لحضراتكم تقريباً بتابع محطة الحبيل من أيام زمان أنا أذكر بتركيز كان اللوة سوقي البنة كان رئيس المجلس على محوظة الأخصر وكان معنا وزير بيئة كان أيامها الدكتور ممدوح رياض وإحنا طول عمرنا نروح نزور الحبيل على أنها كانت أيامها بايلوت وكان في حديقة عفوا نغرب الشجرية وتصورنا هنعمل منجزات لا حصر لها لكن أنا يعني يؤسفني أقول لسيادتك يعني إحنا قاعدين لازلنا في المربع عرق مواحد هو 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 طبعاً أنا معلش أنا هاختلف مع حضرتك في كده محطة الحبيل حالياً هي من أكبر محطات معالجة الصرف الصحي اللي موجودة على مستوى الجمهورية كلها تمام بإمكانيات عالية جداً موجودة فيها وكان لسه من من احتريباً من شهر كان السيد محافظة الأسور كان معنا في الزيارة هناك وأعجب جداً بطريقة تشغيل المخطة والعمالة المدربة الموجودة في المخطة إمكانية المخطة لمواجهة المواقف الطرقة زي انقطاع الطيار الكهرابي كانت الزيارة كانت نكحة جداً المخطة بتستغل اللي سيب النهاء اللي بيخرج من مخطة بيستغل فيه الغابة الشجرية كان عندنا زيارة الزيارة دي أنا بتكلم عن الغابة الشجرية الزيارة كانت عندنا من الاتحاد العربي للجامعات في مبادرة الحفاظ على البيئة جوم قضوا يوم قعدوا ست ساعات تقريباً في الغابة الشجرية هم كانوا مبهورين من اللي شافوه في الغابة الشجرية التحاب العربي شباب والبيئة أي فنو ممدوح دكتور ممدوح رجوان كان موجود عندنا وكان تقريباً في الشباب من جميع الجنسيات صحيح من جميع الجنسيات العربية مصبوح وزرعوا بأيديهم احنا خلناهم يزرعوا بأيديهم وأنا زرعت زرع وحضرتك زرعت تقريباً أنا روح تقضيت اليوم ده معاهم بصراحة هي حاجة مفقرة لنا جميعاً أن احنا نوصل للمستوى ده في الغابة الشجرية الغابة الشجرية بيتزرع فيها حاجات كتير جداً مفيدة في تصنيع الزيوت وفي الأدوية وبقى فيه استفادة كبيرة جداً هنبتد نصنع منها مثلاً؟ أو ده توجيه دلوقتي الدولة موجهة أن احنا نستغل مياه المعالجة لمحطات الصرف في الغابة الشجرية ده هيوفر لنا بعد كده الأخشاب والمنتجات اللي بتطلع من الغابة الشجرية طيب هنروح لخدمة العملة كنت سيادتك عملت زيارة في القصر وأرمنت نشوف مع بعض مراكز خدمة العملة وأيضاً يعني فعلاً شكلها مفخرة حاجة هيلة جداً وفعلاً شركات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر كلها بتحقق نجاحات يعني هيلة جداً حاجة مشرفة فعلاً في تاريخ الدولة المصرية خلينا في خدمة العملاء يا فندم يعني ايه أهم التوجيهات اللي دايماً بتؤكد عليها في هذه الزيارات الميدانية طبعاً احنا كنا لسه لسبوع اللي قبل اللي فات كنا منفتتح وكان معنا لسه هذا المحافظ نعم كنا منفتتح مركز خدمة العملة في أرمنت نعم احنا عندنا كده تلاتة مركز خدمة عملة وفيه خطة للتنفيذ جميع المراكز يبقى فيها خدمة عملة طبعاً خدمة العملة اللي بتقدم للمواطن بداية من أول ما بيحب يعمل اشتراك نعم ويدخل المية اللي بيت عنده بيجد خدمة فكان الأهم توجيه كان بالنسبة لنا المواطن جاي عشان ياخد خدمة متميزة عشان ياخد خدمة متميزة لازم يبقى اللي قاعد عنده استعداد وعارف هو قاعد اللي جاي يتعامل معاه مش ملم بكل الإجراءات لازم الأول لوضح له الإجراءات عن طريق اللي هو حرشدية موجودة جوا مركز خدمة العملة لازم فيه تنظيم عشان ما حد يش يخد دور حد لازم فيه ما يكان للموضوع دوت وده موجودة جوا مركز خدمة العملة هاي اللي هيقضي وقت عشر دقيق جوا لازم يقضي في مكان يليق به احنا في محافظة صحية صحية وده عنوان لبلدنا فلازم كانت المركز تتعامل بالشكل الراكي اللي حدرتك شايفه وده على فكرة السمة دي موحدة الشرق القبضة لمية الشرب وصرف صحية على جميع مستوى الجمهورية من الخدمة مراكز خدمة العملة الثابتة الى مراكز خدمة العملاء المتنقلة يعني نشوف كمان الفكرة انه يبقى فيه سيارات متنقلة بتقدم الخدمة للناس في كل مكان اتصور ان دي ممكن نسميها يعني خدمة ديليفري تسعى الى الناس في كل مكان وده جانب مهم جدا تقدمه ايضا الشركة احنا كان من شهرين تقريبا كان فيه عربيات وصلت عندنا مجهزة انها تبقى عربية مراكز خدمة العملة متنقلة نعم السبع عربيات دول استغلناهم في الادارات وتوقيتات العربيات طبعا ان حضرتك عارف ان فيه معظم العملة فيه منهم اللي عنده اشغال الصبح مقدرش يروح خدمة العملة مقدرش ياخد اجازة وعايز يشحن كارت عايز يعمل اي اجراء من الاجراءات اللي بياخده من مركز خدمة العملة فوفرنا العربية دي والعربية دي بتتحرك وموجودة على صفحة بتاعت المحافظة وموجودة عليها توعية ان بتوقيتات تواجد السيارة تبقى موجودة امتى وبتقدم الخدمة المواطن جميع الخدمات اللي ممكن يتلقاها في خدمة العملة السابت هيلعيها في العربية ممتاز عشان نواجه هاي ازمات وطورق لازم يكون عندنا معدات وسيارات اتصور ان الشركة عندها اسطول كبير من هذه المعدات والسيارات يعني حققت برضو نجاح كبير في هذا المجال اريد اعرف احنا الحمد لله يعني وبفضله الشركة كل ما ده في تطوير في المعدات اللي موجودة عندها وده على فكرة برضو ضمن المشروع بتحهاية كريمة ان احنا بنهتم او مشروعات البنك يعني ده لموزج منها دي اه دي عربية شفت الرواسك كبيرة العربية دي امكانيات عالية جدا في الخدمة اه كان ضمن برضو مشروعات حياة كريمة جبنا سبع عربيات اه مجهزة نفوري العربيات دي التجهيزة بتاعتها احنا عندنا نتيجة طبيعة الحياة في القصر في شهراء كتير او دقيقة فعربية زي دي ممكن ما تقدرش تدخل جوشانها دقيقة نعم جبنا عربيات شفرولي اللي هي البيكب دي ومجهزة بنفوري تقدر تخش وتناور في المناطق الدايقة وتقدم الخدمة للمواطن جبنا عربيات مية العربيات دي استلس تيل بتقدر برضو لو فيه انقطاع مية في مكان وعايزة ودي مية للجمهور فلازم يبقى فيه رضا عن المية اللي راحاله فبنتطور العربيات دولة العربيات الخزان بتاعها استلس وعربيات كبيرة ممتاز سأتي لو فيه جزء مهم جدا اتصور ان ده فيما يتعلق بالفيديوهات والصور اللي معانا لكن عايزة اسأل بقى عن حاجة مهمة جدا طالما مية يبقى لازم الناس عاصة تطمن عن مأمونية المياه عن الخطط التي تقدمها الشركة لسلامة ومأمونية المياه عشان الناس تشرب المية وهي منطمنة احنا طبعا الموضوع ده بياخد اهتمام كبير جدا من الشركة القبضة ومن ادارة الشركة نعم وفيه اكتر من جهة بتشرف على الموضوع ده عشان نضمن ان النقطة المية اللي بتوصل للمواطن فيها امان ويكون منطمن لها وانا رأيي الشخصي هي احسن من المياه المعدنية ده فيه اكتر من يعني جهاز حماية المستهلك جهاز وزارة الصحة ادارة المعامل والجودة بالشركة القبضة ادارة المعامل والجودة بادارة الشركة كل ده بيهتم بمأمونية المية اللي توصل للمواطن غير ان فيه لجنة مشكلة داخل الشركة وفيها اللجنة دي مش من الشركة بس موجود فيها من الرأي وموجود فيها من الصحة اللجنة دي اسمها لجنة مأمونية المية بتجتمع باجتماعات دورية كل شهر تتابع الاعمال اللي تمت للوصول الى اعلى مستوى فيه النقاء ووصول المية للمواطن بشكل ممتاز طيب هل فيه بالنسبة للقطع الطارق او القطع اللي هو مخطط يعني بنختر الناس بهذه التفاصيل في حالة لو فيه اعمال او صيانة احنا على قد ما نقدر بنحاول ما يبقاش فيه قطع تقريبا في المية نعم بس فيه اوقات بيبقى فيه ضعف في الشبكة ده نتيجة احنا حالك بتسأل من شوية على مأمونية المية نعم المرشحات المرشحات دي لازم يتعامل لها خطة للتطهير فعشان يعمل خطة التطهير دي لازم افضي الخزان او افضي المرشح ويتعامل له الاجراءات اللي بيقوم بها المعامل والجودة ببعض من انواع التمويات نعم علشان خاطر اقدر اقوم بها اعمال التطهير دي فالوقت ده بيبقى فيه ضعف وده بيبقى وقت صغر جدا ما بيتجوز الساعتين وبيبقى فيه قبليه على صفحة الشركة تنويه ان فيه هيبقى ضعف في المية من ساعة كذا لساعة كذا وعربية بتبقى على الشركة موفرة عربيات مية للمناطق المتأسرة بالفترة الغسيل اللي بتتم في المحطات عايزة اسأل حضرتك كمان ساعت اللي هو يعني محافظة زي الاقصر بتاريخ التليد لماذا لا يكون لديها مدرسة متخصصة يبقى انخرج فني في المياه الشرب والصرف الصحي من خلال تلك المدارس الثانوية اللي بتقريبا موجودة في بعض المحافظات هو احنا طبعا المدارس الماياه الموجودة اقرب مدرسة موجودة هنا محافظة الاقصر هي المدارس الماياه الموجودة في شركة انا احنا في ضوء الدراسة دلوقتي وهنعرض على السيد الرئيس الشركة القبضة مهان اسمان دوح رسلين ونشوف المردود المردود هيبقى عام يعني مردود الفكرة هيأثر معنا ازاي وهل نقدر نستفيد بالمدرسة اللي موجودة في شركة انا ولا ان احنا احنا اتكلمنا مع الدكتور صابري واكيل اول وزارة التربية والتعليم بلوصر وهو يعني دا كان طلبه وانا بجهز دراسة عشان اعرضها على المهانس المنضوح وهم بإذن الله هنشوف ان شاء الله الموضوع هيبقى ليه مردود ازاي والنفذ ان شاء الله شايف كمان حضرتك كرامت احد الغطاصين الفترة اللي فاتت وده مهم جدا ان رئيس مجلس الادارة مهتم بكل التفاصيل اتصور حتى البعد الانساني ده حيخلي الناس حتى عندها الدفعية للعمل بشكل اكبر تمام احنا طبعا ادارة الشركة تهتم بموضوع التدريب وخاصة تدريب الغطاصين نعم احنا عملنا خطة لتدريب الغطاصين وخدوا في مركز تدريب في الغردقة التدريب على الغطس في الاماكن المفتوحة وتم تدريب في الاماكن المغلقة عن طريق مركز تدريب الغطس باسكندرية بشركة صرف اسكندرية نعم ده خلى الغطاصين عندنا على مستوى علي جدا كان فيه اجراءات بالطم للتطهير في ترعة الكلابية وكان اليوم ده كان فيه للأسف حادث موجود فيه محافظة لقصر كان طفل غيره في ترعة الكلابية نعم الغطاصين بتعنى خبراتهم عالية جدا وكانوا في اللوقت ده كانوا موجودين في مكان الحدث قدروا ان هم يطلعوا جثمان المتوفي وده كان بالنسبة لأهله كان الانقاذ النهري وكانت المتخصصين كان قاعدوا فترة عبل ما يوصلوا للجثمان يعني نعم فاشتراكوا متعاونهم وهم بينفزوا مهمتهم في تطهير المأخذ بتاع المحطة ده كان بالنسبة لي يعني حاجة كويسة جدا وعشان كده كرمناه في الشرك اتصور ان يمكن في كل الشركات طبعا يعني دايما بيبقى قد تصلك شكاوى من المواطنين يعني بشأن فواتير المياه بتتعاملوا مع المشكلة دي ازاي دايما خلال اولا في المشاركة المجتمعية دايما موجودة وسط الناس بتعمل استطلاع رأي الخدمات اللي بتقدمها الشرك اللي بيبقى عنده مشكلة في الفاتورة الفاتورة على فكرة المية بتتكلف كتير جدا تكليف التشهيل والصيانة من المية نعم فالتسعيرة اللي موجودة حاليا دي تسعيرة مدعمة الدولة بتدعمها المية عشان يطلع المتر المكعب من المية تكلفته عليه جدا فدي تسعيرة احنا مرتزمين بيها وده اللي بنقدر ان نفهمه المواطن ان دي تسعيرة على جميع الشركات المية ومش كل محافظة لها تسعيرة لا ده دي تسعيرة موجودة في جميع الشركات موحدة موحدة طيب هل خدتوا اجراءات فيما يتعلق بإهضار المية بترشيد المية طبعا ما كان ده ده الدور المهم جدا اللي احنا قمنا فيه في مبادرة حياتنا في بيئتنا صحياتنا في بيئتنا كان للنشأ وبالنسبة للكبار احنا يعني بدأنا دلوقتي كل العربية اللي حضرتك شايفها بتاع الخدمة الرغملة متوفر معاها القطع المتوفرة القطع الموفرة للمية موجودة معاها ده على فكرة بيأثر بيقلل استهلاك المية 50% في البيت في عادات أساسا موجودة احنا بنحاول عن طريق صفحة الشركة بننوه للناس عليهم يعني مش لازم انت بتحلق ده انا كتبقى سيئة بالمية طول الفترة دي مفتوحة ده عادات احنا تعودنا عليها وهي عادات غلط وفي وقت دلوقتي العالم كله بيحافظ على نقطة المية صحيح طبعا نقطة المية حية طبعا نقطة المية حية صحيح يعني في جزء برضو لو حابب حضرتك تضيفه أو تقوله بعيد من هذه الأسئلة حابب تأكد عليه من خلال هذا الحوار على الهواء مباشرة طبعا ده يساعدنا أنا طبعا بتوجه بالشكر لجميع العاملين في شركة مية الشورب والصرف الصحي في الأسر على الأداء الفترة اللي فاتت في الشركة بفضل الله وبفضل المتابعة المستمرة من الشركة القابلة لمية الشورب والصرف الصحي برئيسة المهندس مندوح رسلان ووزارة الاسكان الدكتور عاصم الجزار الحمد لله الشركة كل يوم بتزيد إمكانياتها وقدراتها نتيجة الإمكانيات اللي بتتاح لنا إن كان تدريبيا أو إن كان من معدات جديدة المتابعة المستمرة اللي بتتم كل ده بيدي الثقة للعاملين في إمكانياتهم وقدراتهم وربنا قدرنا نقدر أن نحافظ على المستوى ده هل عندنا مشروعات في القريب العاجل إن شاء الله هنسمع أخبارك ويسا طبعا إحنا لسه بقول لحضرتك إحنا تقريبا حياة كريمة واحد خلص فقدر في مشروع البنك التنمية الإفريقي في بعديها نقش على حياة كريمة اثنين والعمل مستمر غير إن بتنفذ الشركة القبضة دايما خطط للإحلال والتجديد خطط السيانة الخطة اللي بتتنفذ نتيجة توسع وزيادة السكان كل ده ليه تخطيط عندنا إن احنا نوجه بحيث إن دائما يبقى فيه مياه متوفرة للمواطن حضرتك أحد أبناء القوات المسلحة دائما المؤسسة العسكرية عودتنا على الانضباط وعلى قيمة العمل وحضرتك حاسم وجاد ويحسب لك هذه النقلة النوعية في شركة مياه الشرب والصرف الصحيب الأقصر وفكرة المتابعة الميدانية أتصور هي سر النجاح هو طبعا يعني عمرو الواحد أضافي لقوات المسلحة تعودنا فيها المتابعة في أي عمل هي الأساس هي دي اللي بتحقق الهدف المرجو من تخطيطك أنت ممكن تخطط وتدي عمرو تعليمات ما كنتش هتابع تنفيذ التعليمات دي وتشوف المستوى اللي بتتنفس به وتقدر توجه وده دور القيالة هو الإشراف والمتابعة وتزليل الصعب مش هيتحقق أداء غير ما عن طريق المتابعة الميدانية فده الدور اللي هنا بنقوم به إن كان من خلالي أو إن كان من خلال إدارة التفتيش والمتابعة وده بتبقى لها مخطط للمرور وفي مرور مفاجئ بيبقى مخطط من إدارة الشركة على المحطات المية أو محطات الصرف أو مراكز خدمة العملاء عشان الشركة تتطمن إن الخدمة بتوصل للمواطن بدرجة امتياز هاي إذن يعني بنطمن كل مشاهدين أن الآن شركة ما الشرب وصرف الصحي بمحافظة الأقصر الجميع على قدم وساق من أجل طبعا المواطن الأقصرين الحمد لله رب العالمين سابت اللي هو يعني كالعادة نورتنا واسعتنا فيه سؤال أخير سريعا بس عشان الناس دايما بتسأل هذا السؤال هل شركة مياه الشرب وصرف الصحي لإننا بنحاصر بهذه الأسئلة فيها فرص عمالة للناس إحنا موضوع الفرص العمل ده لإن ده شركة المياه أكتر شركة الناس بتدور عليها ده مش بيتم مركزي ده بيتم من عن طريق الشركة قابلة لمية الشرب وصرف الصحي هي بتعمل إعلان تبقى للاحتياجات وتبقى لخطة موضوع الخطة دي بتتنفذ عن طريق قطاع الموارد البشرية في شركة قابلة لمية الشرب وصرف الصحي ده بيبقى إعلان بيتم الإعلان عنه في وسائل الإعلان والناس بتتقدم عن طريق الإعلان ده ويبقى فيه الجان للاختبار من أسادزة ومن ناس متخصصين وده بيبقى متاح لإلناس كلها إذن لا عمل بدون إعلان طبعا كلام ممتاز سيدة اللواء أحمد محمد رمضان أنا أشكرك شكرا جزيلا نورت أسوان ونورت قنطي وأسعدتنا شكرا متشكل جدا لحزيتك شكرا سيدات وسادة أتقدم بخلص التحية والتقدير إلى الضيف الكريم الذي أسعدنا بهذه المقابلة التلفزيونية وأشكر زميلي طبعا عطى القاضي الذي أعد هذا اللقاء وكان له هذا الضور الكبير في أن يأتي إلينا بضيف له قيمة ويقدم لنا إنجازات عن تلك المحافظة محافظة الأقصر أشكر اللواء أركان حرب مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس الإدارة والعضو المتدف لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر كما أشكر أيضا فريق العمل مكتب رئيس مجلس الإدارة الذي تعاون مع الزميلي العطى القاضي وإدارة العلاقات العامة والإعلام وكل فريق عمل الشركة اللي فعلا كانوا على قدر المسئولية من أجل أن نقدم لقاءا مميزا لأبناء محافظة الأقصر ولمشاهد طيبة في كل مكان في الختام أشكر زملاء الفريق التقني والهندسي والزملاء بغرفة الكنترول والشكر الأول طبعا موصول إلى كل مشاهدين في كل مكان كما أشكر الزميل عطى القاضي الذي عبد هذه الليلة من شارع الجنوب والشكر موصول لزميل مصطفى بسطاوي مدير التصوير والإخراج لزميلين خالد فرح وإسماعيل عرفان وهذه تحياتي خالد سيد النوبي من أسوال لكم الحب كله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته